العمل والدراسة في الوقت ذاته مهمة شاقة على طلبة يسعون وراء تأمين احتياجاتهم ومساعدة عائلاتهم في ظل ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة مما يجبرهم على تحمل مسؤوليات ثقيلة في وقت سابق لأوانه من جهة ومن جهة أخرى يواجهون احتمال انخفاض تحصيلهم الدراسي مقارنة بالطلبة المتفرغين العمل والدراسة في الوقت ذاته مهمة صعبة على طلبة دخلوا سوق العمل مبكرا محاولين قدر استطاعتهم تحقيق التوازن بين امرين يصعب جمعهما في آن واحد حمل ثقيل يتراوح ما بين العمل والدراسة في آن واحد على اكتف طلبة يهرولون بصحبة الزمان في زحمة الانجازات اليومية سعيا وراء اثمام ما كلفوا به اثناء تنقلهم بين الجامعة ومكان العمل الذين اضطروا الى اللجوء اليه باكرا ممتثلين الى عالم مليء بالتحديات في سابق اوانهم حسا احنا كطلاب العاملين يعني ما حد براعي انه الواحد بيشتغله بيدرس حسا لما تكون انتي بتدرس في اشي طبيعي وبتشتغلي بك اشي طبيعي يكون تحصيلك الدراسي مش زي الانسان المتفرر فاحنا منعاني من المشكلة هاي والله صراحة صعب احيانا نظم وقتها يعني بوصل على شغل دائما يعني مش احيانا دائما بتأخر بنص ساعة ساعة لان الشغل يعني ببلش على الثلاث وبنسجامة من روعة الثنتين التوفيق مع بين العمل والدراسة مسألة يصعب على الطلابة حلها فالجمع بينهما يستنزف الوقت والجهد اذ بلغ مجموع القوى العاملة في الاردن مليون وثمانمائة الف شخص يعملون في مختلف القطاعات منهم طلبة استدرجوا الى سوق العمل لتأمين احتياجاتهم سبب لجوء الى العمل باني اقدر اطلع مصروفي اليوم كشاب عندي احتياجات بحتاج مصروف وايضا لا اكتسب خبرات تأحلني عشان اكون جاهز لما اتخرج لسوق العمل التعرف عن كثب على سوق العمل والانخراط لكسب ما امكن من الخبرة والاعتماد على الذات جميعها نقاط ايجابية تسجل لصالح الطلب العاملين في آن واحد لان غياب ادارة الوقت من شأنه ان يعرقل من سير المهام ويعيقى توازنها حل الواحد يتعلم وهو في هذه المرحلة انه يصير يعتمد على حاله يصير انه تعود على الاسترس تاعمل موجود داخل الشغل يعود حاله انه فيه اشياء غير اهلك او فيه اشياء غير مصروفك ممكن برضو انت تعتمد فيها احالك اولويات مشتركة تتسابق في الجدول اليومي لطلاب ينقضون على مقاعد دراسة تارة ويعملون في مختلف الوظائف تارة اخرى في مسيرة السعي وراء الاحلام بقوة الارادة والاسرار لتحقيق ذواتهم والحديث حول هذا الموضوع ينضم الينا في الاستوديو الدكتور ايمان ابو رمان المختص في الشؤون الاقتصادية اهلا بك معنا دكتور في صباح المملكة اهلا بك بداية بدي اسمع رأيك في هذا الموضوع يعني بسم الله الرحمن الرحيم بيت الامر ورحب اشكركم على الاستضافة بحب اصبح على كافة مشاهدين الكرام في تلفزيون المملكة الرائعة حقيقة شكرا لك يعني على الرغم من انه هناك قد تواجه صعوبات لدى الطلبة في التوافق او في المفقية بين العمل والدراسة اود ان اشير ان هذا الموضوع مهم وهو في بالغ الاهمية عن كيفية ادارة الوقت وتنظيم ما بين كلاهما حيث ان للأسف بعض ارباب العمل او الجامعات لا تتيح للطالب في اوقات الامتحانات اوقات كتنظيم في اعطاء الفرصة الكاملة من خلال اختياره للعمل المناسب له يعني انا بحب اوجه عدة رسائل للطلاب يعني والقطاع الخاص كذلك الامر لانه شريك مع الجامعات في اختيار احنا نقسم ان اختيار الشفتات او اختيار اوقات العمل بما يتناسب مع اوقات الدراسة يعني عندما يكون الطالب عمله يعني ليلي ربما قد يكون هناك كدراسة صباحية فبالتالي الامتحانات او الطلبة في اوقاتهم بتكون تختلف مع اوقات الامتحانات بس بمعظم الاوقات يعني ما بيكون العمل اللي عم بيقوم في الطالب اللي عم بيمارسه حاليا بتناسب مع مثلا ما يقوم بدراسته في الجامعة وهذا بيأثر بشكل او باخر لربما على مهاراته في العمل مستقبلا لربما بيأثر على حصوله على فرصة عمل طبعا هي يعني ليس بالضرر ان يكون هناك اذا كان تخصص مثلا بكالوريس اقتصاد او ادارة ان يكون العمل منسجم مع نفس التخصص فبالتالي هو بشكل خبرة وهمية يعني لا لا استطيع انا سميها خبرة وهمية بقدر استطيعنا سقل للشخصية يعني احنا دائما نوجه الطلاب انه اذا انت قيت اي عمل حتى لو ما فيه مجال مش مجال تخصصك يجب الاقدام عليه وذلك لعدة اسباب واول سبب هو المعون الاقتصادية او الحاجة انه الطالب باعتمد على نفسه وبتعد في ظل الاوضاء الاقتصادية يعني طالب اللي ما اعتمد على نفسه يعني بخفف من عباء والديه بسبب ارتفاع الرسوم في بعض الجامعات او تكلفة المعيشة فانا بشجع الطلاب انه حتى لو العمل ما كان ينسج مع تخصصك على سبيل المثال المحاسبة انا بعرف يعني عندي طلاب مثلا بيشتغلوا على الكون سنتر في الاتصالات او في زين او في اورنج ليس بالضرورة ان تكون هناك من نفس جنس الدراسة طيب دكتور يعني برأيك خلق شخصية اقتصادية مستقلة للطالب اللي عم بيكون في هذا العمل وهو على مقاعد الدراسة هذا فعلا العمل الخارجي خارج اوقات الدراسة بيسقل شخصية الطالب ليكون شخصية مستقلة ماليا نعم هو يعني اول اشي يعني بيساهم في خبراته من خلال خنقول الاقدام على العمل منذ الصغر يعني احنا لما نشوف الاحصائيات في اورن الموجودة من خلال توافر القطاع العامل من 13 الى 15 الف وظيفة يستوعب القطاعات الحكومية والخاصة من 15 الف وظيفة بينما ادد الخرجين يتراوح من 35 الى 40 الف فبالتالي هناك فائض في الخرجين علاوة على هناك قلة في خلال الطلب على هؤلاء الخرجين يعني بالتالي هناك تأثير على سوق العمل طبعا هذو اللي على مقاعد الدراسة عم يحصلوا على هذه الوظائف اللي هي يعني يمكن لسه مش مناسبة لهم ولكن حصلوا عليها براتب أقل وبالتالي ضيعوا فرصة على طالب الخريج طالب الخرجين ربما قد يتنام يعني احنا نحب نوجه عدة رسالة من عبد البرنامج الكريم أنه ليس بالضرورة أن يكون هناك كثقافة في المجتمع الأردن أن كل واحد خرج بكالوريس بده مكتب بده طاولة بده يعني عاسب بده سكرتيرا بده يعني يعني البرستيج اللي احنا ربما قد يكون البعض قد توهم له بس لكن يعني الآن الحسن الحظ أنه أصبح الطلبة أو الخرجين يعني بدهم يشتغلوا في أي شيء وأوعى وأوعى لأنه بالسبب هذا سببه إيش نكتور السببه عدم توفر الوظائف يعني مندرجة داخل الثاني العقل فبالتالي لما يكون الطالب يعني رح يدخل بكالوريس ورح بس يتخرج بفي راتب هو مخيلته رح يستلم منصب رح يكون مثلا في مركز بعين ما في هاي الشوارع أو المراكز اللي بتنتظره على الطابة فبالتالي أصبح الطالب أو أصبح الخريج يقبل في أي عمل قد يتاح له أي أن كان وحتى لو ما فيش حتى لو مش بمجال تخصصه إلا أنه إحنا منركز على إعادة التأهيل حتى لو ما كان تخصصك مثلا أنت العمل هو ليس في تخصصك فيجب إعادة التأهيل والتدريب وتأهيلك لنفس العمل المقبل عليه فالدكتور هذا كيف يأثر على المخرجات التعليمية يعني هي كمخرجات تعليمية ربما قد يكون هناك تخصصات مشبعة يعني عدم احتياجها لسوق العمل يعني إحنا منوجه أيضا يعني إحنا منسميها بالعامية يعني التقنيات اللي هي مثل الميكانيك مثل الكهرباء السيارات مثل أعمال الصياني الحرفية طبعا اللي هي إلها سوق أفضل يعني إحنا عندنا إشباع من عندنا تخصصات فيجب أن يكون يعني لا ضير في الطالب أن يعمل مع والديه إذا ما كان لديه حرفة ربما قد يتوجه إلى قطاع آخر وهو قطاع الخاص أن يعمل به أيضا نعم الدكتور أيمن أبو رمان المختص في شؤون الاقتصادي الحديث يطول ولكن الوقت بهمنا شكرا جزيلا لك اشتركوا في القناة